في نفس السياق بعث صاحب السموشيخ خليفة بن زايد ألنهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ميغيل دياس كانيل رئيسي جمهورية كوبا بمناسبة اليوم الوطني لبلده كما بعث صاحب السموشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السموشيخ محمد بن زايد ألنهيان وليعهد أبو ضبين أبو القيد الأعلى للقوات المسلحة برقية تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس ميغيل دياس كانيل وبعث صاحب السموشيخ محمد بن راشد المكتوم وصاحب السموشيخ محمد بن زايد ألنهيان برقية تهنئة مماثلتين إلى معالي مانويل ماريرو كروز رئيسي وزراء جمهورية كوبا